من صدى البلد وبالتحديد فيما يتعلق بأحمد حجازي صدى البلد بتقول إن فيه كسر في الأنف وده خبر كلنا عرفنا مبارح كسر في الأنف أحمد حجازي وإن موقف بتاع أحمد حجازي هيحسن خلينا نقول لحضراتكم إن أحمد حجازي حيلعب المباراة اللي جاي إن شاء الله بواقي وجه حيتم وضع أمام الأنف بالنسبة لأحمد حجازي وده بسبب الكسر يتعرض ليه وحيكمل البطولة بهذا الواقي وخصوصا إن الموضوع كسري يعني مش بسيط شوية لكن في الحقيقة أحمد حجازي لعب راجل جدا ولعب مهم جدا في صفوف منتخب مصر والأمر محسوم خلاص أحمد حجازي هيشارك في التدريبات النهاردة بشكل طبيعي جدا وهيكون متواجد كمان في التشكيل الأساسي اللي مباراة الكونغو المجبلة يوم الأربع القادم كل توفيق لأحمد حجازي وكل توفيق لكل منتخب الوطني المصر